اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو انرجيس الحرص على تسريع جهود مملكة البحرين في تشكيل مستقبل أنظمة الطاقة العالمية مجددين بذلك التزام المملكة بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول 2035 والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 جاء ذلك لدى مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في افتتاح اعمال معرض ومؤتمر ابو ظبي الدولي للبترول والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن مشاركة مملكة البحرين في إيدي بيك 2023 تأتي في إطار التزامها بقيادة التحول العالمي في مجال الطاقة وموجهة التحديات التي يفرضها مشهد الطاقة الحالي ومن خلال استراتيجية تطلعية والتزام قوي بالعمل المناخي اذ تقف مملكة البحرين على هبة الاستعداد للعب دور استباقي في تشكيل مستقبل الطاقة وأوضح السموه أن همية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول تكمن في اجتماع العالم أجمع في دولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 حيث ستجتمع قيم الإنسانية والطموح والإبداع تحت مظلة هذه الدولة العظيمة في منطقتنا والتي تدعو للتوحد لتقديم عمل مبتكر ومستدام وحقيقي بشأن مواجهة تحديات المناخ ويهدف المؤتمر إلى جمع قادة الطاقة العالميين وتوحيد جهودهم ولمواجهة التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي وسط أزمة الطاقة الحالية إذ تستقطب أبوظبي أكثر من 160 ألف مشارك من قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتحفيز جهود الابتكار اللازم لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة تلبي احتياجات العالم رافق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وعدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولون وممثلون عن مجموعة بابكو انرجيز